وقال أيضا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن مجلس الوزراء يجدد الالتزام باتفاق الطائف واشدد الحريري على عروبة لبنان وأنها غير منحازة لأي نزاع وأكيدا تطلع مجلس الوزراء لأفضل العلاقات مع الدول الشقيقة أن مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني لسيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عدو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها كما هو عدو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها وهو عدو في حركة عدم الانحياز تجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وامتها